أسباب فوزنا في مباراة مباراة عدة أسباب يعني حضرتك إيه رأيك في النقاط الحاسمة في وقت المباراة إذا كان طبعا هدف طبعا أفشى أو طبعا ضربة جزاء ضايع من الوداد حضرتك شايف فيه نقاط أخرى ولا دول كانوا فعلا أهم نقاط موجودة في مباراة الوداد والألمباراة بص حضرتك هي طبعا الهدف المباكر في أول ثلاثة ده كان بالنسبة يعني نطيت أنت طبعا أول مجيجة أنا نطيت عن نامسي نطيت من عالك كورسي يعني يعني أعزوه لك إنه إيه الهدف كان بمثابة الثقة مش كمان للعيبة لكل بيتفرجوا يعني إداك ثقة كبيرة جدا لأ في حاجة تتعمل في مفاجأة ناس التركيز من جانب الجمهور الأهلاوي أو الناس المتابعة كانت عاون متوقعها تشوف الأهل الشكل قيم مع الوداد يعني إيه برضو الناس منتظرة وعندها يعني أمنيات وأحلام من الفريق يرجع لغاية أنت بعد 2017 المستوى بدأ أفريقيا بدأ مش هو المستوى يعني بعد 2017 خسر الأهل النهاية برضو قدام الوداد وكان أدى مباراة النجم الساحلي لما فاز الأهل عن النجم الساحلي 6-2 خسر الأهل اللقم لما فاز عليه 6-2 في النتيجة تضجل كبيرة جدا صحيح والفرحة المبالغة وخروج وقتها الجهاز الفني يعني عزوه لك إيه الأجواء يعني اتفتحت بصورة قدت إنه إيه لما جيت لعب الوداد في المباراة نهاية في برج العرب أهضر الأهل في أول ربع ساعة في هذه المباراة سبع أهداف سبع أهداف في منطقة السكسير وكانت غريبة جدا ردت عليك بيه أنا كنت انتقال ماتش واحد واحد ورحت هناك بقى في المغرب الماتش بقى اتحزم بالطريقة اللي انت عارفها وابكر الجسام عشان كده مسماني كمان في المؤتمر قالك كان نبسنا نجيبتها 3 أهداف أخرى أهداف أخرى أهما هو قالك من حقه لأنه هو عقمي خلاص ما هو متمرس وعارف ابن بلد يعني عارف الحدد فأنا عاوز أقولك إيه الهدف توقيت الهدف المبكر التوقيت ضربة الجزاء والتوفيق دي من العوامل بتديك سخة شوف انت صوت اللعيبة من غير المعلق وما بقولوله يا ولد ساعة ما يشناه طبعا نوصد يا ولد شوف انت ياسر إبراهيم وهو بينام على يعني عاوز أقولك إيه الفلو العمل الفلو العمل طبعا ما أنا بقولك إيه يعني دي من الحاجات سعنينا الحالة آآ البدنية الحالة البدنية الفوآن اللي كان فيه اللعيبة كان شيء مهم جدا السقة اللي خدها محمد هين اللي بلعب على أسرع آآ جناح يعني ما سمعين حدد لعب راح هناك وقالوا هنا يعني ايه قاعد يبدل على الطرفين عالي وقالوا يعني عاوز أتكلم ونسسني الجميع كان حاضر بقوة في هذه المباراة فمع الهدف المبكر مع ضربة الجزاء وصدها ده برده ادى ادى سقة وادى إصرار من الداخل كمان آآ آآ أجيه لما فاء عمل ضربة الجزاء خلاص ما تشتهى هو كان عنده رغبة إنه يبقى النتيجة ثلاثة تبقى أربعة خلاص أجي هنا ألعب راح تخفف الضغط علي لكن هي ده الكهورة المباراة شوت انتهى شوت التاني صعب من السهل أكيد هو مدرب كبير متمرس في أفريقيا وعارف كل الحواديث والقصص أكيد هيركز هيقفل على فريقته هيبقى تفكيره فين الناس مدوش تتكلم على المباراة هي يا جماعة المباراة هي دي هيبقى لها ظروفها يوم براءة واحدة فخلاص خليك فيه هي دي المباراة هيبقى لها مباراة